ملف هذا ماشي جديد ربما هذا الملف هذا تحقق فيه الفرقة الوطنية منذ 8 شهور هذه تقريبا وربما هناك من يقول على أن المشكلة يعود لـ 2019 ولأكيد على أن تحقيق استمر لسنوات طويلة ولشهور طويلة وأفرز ما أفرز واليوم تيام ليسقطوا هذه الرؤوس هذه أكيد على أن هناك مفاجأة قادمة في الطريق لأن من اللي تكلمت وقلت تحدث هذا المالي وقال كذا وكذا على أن هناك شبكة مترابطة متشابكة متعاونة عابرة للقارات عابرة للحلود يختلطوا فيها السياسي بالرياضي بالجنس بالمال بالسلطة هذه كلها تعطينا واحد الخلاصة على أنه اليومتية اليومتية مغرب جديد وطن جديد مساءلة جديدة نحن في مرحلة جديدة وكلها اللي في راسه العجينة يتحمل مسؤوليته واللي في كارشه العجينة يتحمل مسؤوليته لأنه هذا الشيء اللي تجي تشوف راه اليومتية قصتك تعرف الكلفة ديال الفساد شحال في المغرب خمس آلاف مليار في السنة اللي كيكلفنا الفساد شوف هات خمس آلاف مليار في السنة اللي كيكلفنا الفساد لو تمت محاربته ولو تم ربط المسؤولية بالمحاسبة ما كانت تقدر كل هذه الأموال وهذا غير رقم أعطيته لك صغير جدا وهناك أرقام كثيرة جدا مخيفة لا في معدل التنمية ولا في غيرها ولا في غيرها أهلا أن الفساد له كلفة وإذا بغيت تقلل منها الكلفة ديال ولا تحاربها خصتك تفعل جميع الآليات القانونية والدستورية اللي كيخولها لك القانون واليوماتية الحمد لله هاي يبدأت هاي يبدأت المحاسبة هذا شيء جميل يجعلنا نطمئن ولا يجعلنا أيضا نقول على أن هذه غير حملة ترجمة نانسي قنقر